ومع نهاية حلقتنا اليوم خلينا نشوف مع بعض كيف الفيلسوف اليوناني سقراط كان يتعامل مع الأخبار اللي بتوصله كان سقراط يطبق على الشخص اللي جاي بالخبر نظام هو سماه فلتر الكلام الثلاثي يعني ما يقبل يسمع الخبر إلا بعد ما يسأل الشخص اللي جاي يركض بالخبر ثلاث أسئلة وحسب الإجابات يا إمه بيخلي هذا الشخص يحكي له الخبر اللي جاي فيه أو بقول له لا شكرا يا عمي ما بدي أسمع أصدك الثلاث أسئلة أو الثلاث فلاتر همه هل أنت متأكد من اللي راح تحكيه مية بالمية؟ السؤال الثاني هل اللي راح تقوله خير؟ والسؤال الثالث هل اللي راح تقوله مفيد؟ إذا الإجابات كانت على الثلاث أسئلة نعم كان يعني الخبر أكيد وخير ومفيد ساعتها كان يسمح للشخص يحكي أما إذا واحدة من الإجابات كانت لا الخبر مو أكيد مية بالمية ممكن يكون كذب أو الخبر محتوى فيه شر أو الخبر مو مفيد كان بهيك حالات يرفض يسمع الخبر من أساسه هذا هو فلتر الكلام الثلاثي الخاص بسقرات واللي برأيه كان فلتر مريح ومهم في الحياة جربوا له هذا الفلتر خاصة بمواضيع الصحة اللي منتشرها هاي الفترة واللي كتير منها مفيد أن نطبق عليها نظام سقرات بالفلترة قبل ما نصدق وننشر أي خبر لا هو أكيد ولا هو خير ولا هو مفيد ولهلأ اللي خير ومفيد وأكيد صحيا عن كوفيد 19 هو الكمامة والمي والصابون والتباعد وبهمتنا بهمة كل أصيل هذا الفضاء الإلكتروني أكيد رح يكون أجمل صدقني إلى اللقاء